السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله يتسبب مرض هشاشة العظام في الام شديدة للمريض كما ان هذا المرض اصبح منتشر في الاوينة الاخيرة بين فئات شعب ما هو هشاشة العظام مرض روماتيزمي سببه انخفاض في كثافة العظام او رقاقتها بالهيكل العظموي ويصيب نصف سيدات وثلث الرجال فوق سن السبعين تكون مصحوبة لآلام شديدة وتجعلهم معارضين للوكسور ما هي اعراض هشاشة العظام الام في الظهر وقد تكون آلام حادة في حال حصول شرخ او انهيار في الفقرات فقدان الوزن مع الوقت مع انحناء القامة حدوث كسور في الفقرات وفي مفاصل كفي اليدين وفي حوض الفخذين او في عظام اخرى ما هي اسباب هشاشة العظام واحد ان اخفاض مستويات الكالسيوم اثنان التدخين ثلاث ان اخفاض هرامون الاستروجين لدى النساء نقص مستويات هرامون الاستروجين لدى النساء يعد من الاسباب الرئيسيات لاصابتهن بهشاشة العظام يتسارع فقدان العظام لكثافتها واسلابتها بعد انقطاع الطمث وذلك بسبب انخفاض مستويات هرامون الاستروجين لدى النساء المرافق لانقطاع الطمث ويزداد خطر الاصابة بهشاشة العظام للنساء الاكبر سنا وذلك لان فقدان كثافة العظام يكون اعلى من تعويضها والنساء الاصغر بالعمر التي يعانين من انقطاع في الدورة الشهريات او من يخضعن لاستعصال المبيب يكون اكثر عرضة ايضا للاصابة بهشاشة العظام اربعة انخفاض هرامون الاستروجين لدى الرجال يحتاج الرجال الى هرامون الاستروجين من اجل تعزيز صحة العظام حيث يحول جسم الرجال هرامون الاستروجين الذي يحفظ على العظام ولكن الذين يعانون من انخفاض في مستويات التسة وسترون يكونون اكثر عرضة للاصابة بهشاشة العظام خمسة النظام الغذائي يؤثر بشكل كبير على صحة عظامك فبعض الاغذية لا تعزز نمو العظام بشكل صحي على العكس من الاغذية الصحيات ستة او البعض انواع الادوية امراض الغضة الدرقية ما هي العناصر الغذائية المهمة للعظام الكالسيوم وهو معد ضروري لنمو العظام وصيانتها فيتامين دي يساعد فيتامين دي الجسم في تعزيز عملية امتصاص الكالسيوم علاج هشاشة العظام بالغذاء الخضروات الباروكولي والسبنخ والبازلاء لاحتوائهم على فيتامين كا والكالسيوم منتجات الالبان لاحتوائها على فيتامين دي والكالسيوم الاسماك تناول الاسماك الغنية وميجا ثلاثة مثل اتونا وسالمون وساردين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة